وعي لواقعنا الديني هذا الوعي من أين يتشكل؟ ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ كلامكم نور من هنا يتشكل وعينا لإدراك واقعنا الديني حين أتحدث عن واقعنا الديني إنني أتحدث عن الحالة الوجدانية التي تهيمن على بواطننا في تشخيص وتحديد علاقتنا بالله سبحانه وتعالى عبر محمد وآل محمد وبشكل خاص عبر إمام زماننا الذي نخاطبه بشكل واضح في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا هو التحديد الصحف النقي الدين في حقيقته وجدان نظيف هذا الوجدان يرسم لوحة في داخلنا هذه اللوحة تجعلنا نستطعم علاقتنا بالله عبر إمام زماننا عبر وجه الله فهذا هو ديننا ديننا أن نتوجه إلى وجه الله أن نرتبط بعقولنا وقلوبنا وأرواحنا وضمائرنا ووجداننا وأجسادنا أن نرتبط بكل واقعنا الديني وبواقعنا الدنيوي أيضا الواقع الدنيوي لا ينفك ولا ينفصل عن الواقع الديني هذا الوعي مادته الرئيسة كلامهم كلامكم نور من هنا يبدأ وعينا بواقع ديننا وهنا أيضا ينتهي وعينا بواقع ديننا كلامكم نور قطعن الحلقات هذه موجزة مضغوطة مختصرة لذا سأضع بين أيديكم نتفن نورية من عبقات حديثهم صلوات الله عليه الكتاب الذي بين يدي الجزء الثاني من الكاف الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 444 الحديث الرابع باب الاستدراج بسنده عن حفص بن غياث عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه وكم من مستدرج بستر الله عليه وكم من مفتون بثناء الناس عليه من هنا نبدأ كي نبحث عن مواضع الصدق في وجداننا من هنا نبدأ كي نتلمس مواطن الخير إن كانت موجودة في هواجسنا كي نستطيع أن ننطلق منها باتجاه فناء إمام زماننا باتجاه دين الله باتجاه طاعة الله محاولين أن نتجنب المعصية بقدر ما نستطيع وأتحدث هنا عن معصية العقول ومعصية القلوب ومعصية النفوس إنها معاصي معاصي الجوانح ومعاصي الجوارح ومعاصي الجوارح هي التي تقودنا إلى معاصي الجوانح وكذا معاصي الجوانح هي التي تدفعنا وتلجئنا إلى معاصي الجوارح تلك هي مشكلتنا المستديمة أعود إلى كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه المغرور هو المخدوع حينما تتوالى نعم الله علينا أكانت نعماً مادية أم كانت نعماً معنوية أكانت فسحة في العافية والسلامة والراحة والمتعة في الحياة أم كانت فسحة بسبب مقام أو وجاهة اجتماعية أن يكون لنا من احترام بين الناس ومن قدرة على تحقيق مآربنا في الحياة من خلال العلاقات المهمة على المستوى الديني على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي فحينما تتوالى النعم علينا توالي النعم لا أقول في بعض الأحيان ربما في كل الأحيان وموفق هذا الذي يكون مخدوعاً في كثير من الأحيان حينما تتوالى النعم المادية والنعم المعنوية على الإنسان فإن الإنسان سيعيش في أمان كاذب في أمان من الشيطان في أمان من نفسه في أمان من الناس وفي أمان من مكر الله الأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر لكن القضية لا تقف عند هذا الحد خطورة هذا الموضوع إذا ما ابتدى لن تكون هناك نهاية لهذه الخطورة حينما نأمن مكر الله إلهي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين في الخير ولا يوجد إلا من عندك هذه الحقيقة التي يحدثنا عنها دعاء أبي حمزة الثمالي والذي يقرأ في مثل هذه الليالي والأيام إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير من أين لي الخير هل هناك من مصدر للخير ولا يوجد إلا من عندك ما عندي من خير فقد جاءني من أبوابك المفتحة من بابك الذي فرضت علي أن لا أدخل إليك إلا منه أين باب الله الذي منه يؤتى أين سبب المتصل بين الأرض والسماء كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه الشيطان يخدعنا ونحن نخدع أنفسنا صاحب الزمان لا يخدعنا نحن الذين نذهب بأرجلنا إلى كمين الخدع نحن الذين نسمح لإبليس وأعوانه أن يخدعونا وأن يضحك علينا وأن يجعلونا حميرا عندهم إن كانوا من شياطين الإنسي أو من شياطين الجن نحن الذين نسمح لهؤلاء أن يستحمرونا إن كانوا من مراجع الدين أو كانوا من رجال الإعلام أو كانوا من المسؤولين السياسيين أو كانوا من زعامات المجتمع والتجار وغير هؤلاء نحن الذين نسمح لهم أن يركبوا على ظهورنا وأن نكون حميرا لهم كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه إنك مخدوع إنك مخدوع هذه النعم التي تترى عليك لا لخصوصية فيك لا لعلو شأنك أنت جزء من منظومة كبيرة فهذا الشخص ضمن قوانين حكمة الأرزاق أكانت الأرزاق مادية أم معنوية فهذا الشخص يغدق عليه وذلك الشخص يضيق عليه النعم حجة علينا أكانت مادية أم كانت معنوية الراحة حجة علينا العافية والسلامة حجة علينا السفر حجة علينا وما نرى في السفر والحضر حجة علينا السكن الطعام النوم الهانئ حجة علينا كل هذا حجة علينا كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه وكم من مستدرج بستر الله عليه المستدرج هو هذا الذي يقع في الخطأ بعد الخطأ ولا يرى مشكلة حوله إنك مستدرج في أي لحظة يمكن أن تسلط الأضواء عليك وتفضح مثال مر ذكره علينا في الحلقات الماضية وأنا أتحدث عن الخطابيين اللعناء هنا في لندن وحتى في غير لندن لكنني ذكرت مثالا عن بعض النساء وعن بعض البنات من غير الخطابيين تورطنا في برامج فسادهم وقذارتهم وقد حذرت هؤلاء النسوة من أن الأمر لا يدوم مستورا ابتعدنا وابحثنا عن مواضع للفساد في جهات أخرى بعيدا عن هذه الخنازير الممطورة وكم من مستدرج بستر الله عليه شيئا فشيئا يستدرج العاصي في لحظة ما يفضح وكم من مفتون بثناء الناس عليه فحينما يثني الناس على شخص يفرح ذلك الشخص ويخدع نفسه من أنه فعلا هو في مقام الرضا هو شخص مرضي عن فعلا مهزلة هذه الناس يقبلون عليك اليوم ويعرضون عنك غدا مجنون هذا الذي يثق بالناس مجنون وحق الحسين أني تعلمت في مدرستين تعلمت في مدرسة الحياة وتعلمت في مدرسة كلامكم نور تعلمت في هاتين المدرستين من أن الذي ينظم حياته وفقا لما يقوله الناس ما هو بعاقل ولا هو بحكيم لو كانت في يدك لؤلؤة وقال الناس عنها حصات هل يضر كذلك فإنك حينما تذهب إلى سوق اللؤلؤ يعرفها المختصون باللؤلؤ وسيقيمونها على أنها لؤلؤة فماذا يضيرك من قولهم أنها حصات فليهذب بقولهم إلى الجحيم لأنهم إما أن يكون حميرا لا يميزون بين اللؤلؤ والحصى وإما أن يكون كذابين سفلة يريدون أن يخدعوك وأن يضحك عليك أو أنهم يحسدونك على هذه اللؤلؤة فيريدونك أن تفرط فيها فإذا كانت في يدك لؤلؤة وقالوا عنها حصات لا يضيرك هذا وإذا كان في يدك حصات وقالوا عنها لؤلؤة لا ينفعك هذا فإذا ما ذهبت إلى سوق اللؤلؤ سيطردونك سيضحكون عليك يقولون لك إنك مجنون أي لؤلؤة هذه هذه حصات من حص الأرض وكم من مفتون بثناء الناس عليه الذين مدحون بصدق لا أتحدث عن نفسي وإنما أتحدث عن الإنسان الذين مدحون بصدق يذهبون والذين مدحونا بكذب لمصلحة عندهم يذهبون والذين ذنمونا بصدق وكنا نستحق الذن يذهبون والذين ذنمونا بكذب حسدا بغضا لأي سبب من الأسباب يذهبون ونحن نذهب أيضا ولا تبقى إلا الحقيقة والحقيقة تبقى لا عندي ولا عندكم ولا عند المادحين بصدق أو عند المادحين بكذب ولا عند الذنمين بصدق ولا عند الذنمين بكذب تبقى الحقيقة فقط عند قائم أهل محمد عند إمام زماننا عند وجه الله الذي إليه نتوجه الحقيقة هناك وهو الذي سيميز من الذي مدح صادقا ومن الذي مدح كاذبا وهل نستحق المديح أو لا نستحق المديح من الذي ذنب صادقا ومن الذي ذنب كاذبا وهل نستحق الذنب أو لا الأمر لا بأيدينا ولا بأيدي هؤلاء عجلة الحياة تتحرك والأيام تنتهي باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأودعوا حفرا يا بأس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة أين الأسرة والتيجان والحلل فأفصح القبر عنهم حين ساء لهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل هذه هي الحقيقة التي أمامنا أمامنا نحن وأمام الجميع أمام الذين يؤمنون بالإسلام أكانوا سنة أم كانوا شيعا أمام الذين هم على دين اليهودي أو على دين النصارى أو على دين المجوسي أو على البوذية أو على سائر الأديان الأخرى الذين لا يدينون بدين الجميع باتجاه هذه النهاية وكم من مفتون بثناء الناس عليه وماذا ينفعنا ثناء الناس وماذا يضيرنا ذمهم وقتحهم صدقوني أنا أنقل لكم تجربة تتجاوز الأربعين سنة مدحوني صدقا وكذبان ونسبوا إلي ما هو ليس عندي على سبيل المدح وذموني صدقا وكذبان ونسبوا إلي ما هو ليس عندي أيضا ولكنني في النهاية لن تفعت من هذا ولا أصابني ضرر من هذا ما قدره لي إمام زمان هو الذي جرى عليه هذه الحقيقة أعيش معها وأتلمسها طيلة العقود التي مرت في حياتي وإلى هذه اللحظة هذه تجربة إنسان تجربة شيعي أنا هنا لا أباهي أحدا بها فما هي بشيء يباهى به وإنما جئت بها مثالا وكم من مفتون بثناء الناس عليه هذه الكلمات الذهبية بحاجة إلى بسط في القول لكن الوقت لا يكفي وأنا أريد أن أضع بين أيديكم مجموعة من هذه اللآلة هكذا يقول صادق العترة صلوات الله عليه كم من مغرور كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه يا أيها الذين تعيشون الراحة والأمان والعافية تدبروا تدبروا في حالكم وأحذروا في لحظة معينة قد تواجهون النهاية من دون استعداد استعدوا 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 وأفضل شيء تستعدون به خدمة إمام زمانكم صدقوني لن تجد شيئا في الحياة سيكون مضمونا بعد موتكم وسيكون ضمانا لكم بعد موتكم لن تجدوا شيئا كهذا الذي أحدثكم عنه إنني أحدثكم عن خدمة إمام زمانكم عن خدمة الحجة بن الحسن كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه وكم من مستدرج بستر الله عليه في لحظة ما سينكشف الغطاء وكم من مفتون بثناء الناس عليه نذهب إلى فاصل صفحة أربعمية وثلاثة وأربعين من الباب الذي عنوانه باب أن ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة الحديث الأول بسنده عن أبي العباس البقباق قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة لأن الذي يقع في الخطيئة قد لا يوفق للتوبة كلام منطقي بدرجة مئة بالمئة إنها حكمة علي كلام علي علي الكلام كلام الأمير أمير الكلام هذا هو كلام علي ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة وكم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلة ليس بالضرورة أن شهوة ترتبط دائما بالطعام والشراب والجنس وجمع المال الشهوات أنواعها كثيرة جدا هناك شهوات العقل وهناك شهوات القلب وهناك شهوات الأبدان الرئاسة ما هي من شهوات الأبدان وهي أخطر بكثير من الزنا وسهائر أنواع الفجور الأخرى طلب الرئاسة أتحدث عن الرئاسة الدينية هذا الحال السيء الذي عليه رجال الدين في كل المؤسسات الدينية في العالم في المؤسسة اليهودية المسيحية السنية الشيعية في كل المؤسسات هذا الحال السيء الذي عليه كبار رجال الدين مراجع رجال الدين بسبب شهوتهم في الرئاسة شهوتهم في الرئاسة قتلتهم وقتلت دينهم في نفوسهم وما بقي شيء من الدين لا في عقولهم ولا في قلوبهم لأن الرئاسة أكلت كل شيء شهوة الرئاسة أكلت كل خير فيهم وإذا ما صدر من خير منهم فإنهم يجدون في صدور الخير هذا نفعا لرئاستهم للحصول عليها أو لتمديد عمرها أو لتعميقها أو للضحك على الذقون من خلالها كي يستعبدوا الناس ويستحمروا الذين من حولهم أكانوا على دين اليهود أم كانوا على دين النصارى أم كانوا على دين السنة أم كانوا على دين الشيعة وكم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلة والموت فضح الدنيا هذه الدنيا التي تتستر بكل أنواع الزينة وبكل أنواع الخدع الموت فضحها كلنا نعرف من أن الموت يقف في نهاية النفق لا يقولون في التعابير الشائعة في زماننا هل هناك من نور في آخر النفق نعم الموت يقف في آخر النفق وإذا كان من نور جاءنا من آخر النفق فإن الموت هو الذي سمح له بالدخول وإلا فإن الموت يقف في آخر النفق والموت فضح الدنيا فلم يترك لذي لب فرح لب عقل صاحب العقل كيف يفرح في الدنيا إلا إذا استغفل نفسه نحن نعرف من أن الموت يقف في آخر النفق حينما نفكر بحكمة ودراية فإن الفرح يغادر قلوبنا ولكننا في كثير من الأحيان نضحك على أنفسنا ونستغفل عقولنا نتصور البقاء أي بقاء هذا إلا بقاء لأحد نتصور البقاء وبعد ذلك نشتغل على هذا الأساس حينئذ نستغفل أنفسنا هذا هو واقع الإنسان الموت باب الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الداره ترك الخطيئة أكذا يقول الأمير ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة وكم من شهوة ساعة الدنيا ساعة يقول إمامنا الكاظم صلوات الله عليه أقرأ عليكم من تحف العقول لابن شعبة الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان من وصية إمامنا الكاظم صلوات الله عليه لهشام بن الحكا إنها وصية العقل والعقلاء الوصية الطويلة المعروفة صفحة 291 الإمام الكاظم يقول لهشام يا هشام اصبر على طاعة الله اصبر واصبر عن معاص الله لماذا يا أبا إبراهيم يقول فإنما الدنيا ساعة إنها ساعة تحتاج إلى صبر ساعة برنامج التمهيد يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على دينكم وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم رابط قائم آل محمد هذا هو برنامج التمهيد رجاءا اعرضوا لنا البرنامج الذهبي البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة العامنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك إن كنت راغبا في إمامك فطلق طلق طلاقا بائنا من دون رجعة يا هشام يا هشام يا هشام أصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله فإنما الدنيا ساعة ساعة فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا الذي مضى مضى وما لم يأتي منها فليس تعرفه هل ستبقى أو لا تبقى فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت يا هشام يا هشام هذا هو الكلام النوري الذي ماذا أقول عنه الذي في كل حرف منه ألف دليل على أنه قد صدر من شفاه موسى بن جعفار ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على حوزة النجاف ألا لعنة على علم أصولهم وعلم كلامهم وقواعد تفسيرهم ألا لعنة على المنهج الطوسي القدر الذي دمر ديننا وأنتج إلينا الذي دمر ديننا وأنتج لنا الصرخ وأمثاله والسيستان وأمثاله والوائل وأمثاله وكمال الحيدر وأمثاله وعلى طول التأريخ يعبثون بدين أجدادنا وأبائنا حتى وصل الأمر إلى ديننا نحن لقد ضحكوا علينا واستحمرونا ألا لعنة على دينهم وعلى منهجهم يا هشام يا هشام أصبر على طاعة الله واصبر عن معاص الله فإنما فإنما الدنيا ساعة فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا وما لم يأتي منها فليس تعرفه فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت أعود إلى الكاف الشريف إلى كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ترك الخطيئة أقول هذا لنفسي قبل أن أقوله لكم وأقول هذا لنفسي بصدق كما أتنني أقول هذا بصدق لكم هذا كلام علي كلام علي علي الكلام ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة وكم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلة والموت فضح الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا نذهب إلى فاصل صفحة 437 باب تعجيل عقوبة الذنب الحديث الثاني بسنده عن الحكم ابن عتيبة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها ما يكفرها ابتلاه ابتلاه الله ابتلاه بالحزن ليكفرها الحزن الذي يهيمن على القلوب من دون سبب هذا الحزن الذي يهيمن علينا من دون سبب في بعض الأحيان هو هذا وفي بعض الأحيان للقلوب النقية وصافية المتوجهة إلى إمام زمانها يصيبها الحزن لماذا لأنها تكون على تواصل مع حزن إمام زماننا حزن يصيبنا من دون سبب قد يكون موافقة لحزن يمر على الإمام على إمام زماننا وذلك أمر له أسبابه هذا موضوع واسع عريض وكل الأسباب ما ردها إلى الخلق وبشكل خاص إلى شيعة الإمام الذي يحزن الإمام أسبابه مردها إلى الشيعة فهذا موضوع مفصل خارج عن بعثنا لكن الحزن في بعض الأحيان يهيمن على القلوب من دون سبب موافقة لحزن إمامنا وهذا توفيق عظيم لا يفوز به إلا القليل لكن الحزن الذي يكون من دون أسباب يسيطر علينا ولا نعرف له سببا يكون تكفيرا لذنوبنا لأننا لا نملك شيئا من الخير كي يكون سببا لتكفير ذنوبنا رحمة بنا ينزل علينا الحزن إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها ابتلاه ابتلاه الله بالحزن ليكفرها ليكفر الذنوب الكثيرة لأن الذنوب الكثيرة إذا ما تكاثرت وتكاثرت ولم يكفر شيء منها ستخرجنا من ديننا سنخرج حينئذ من ديننا الدين عقيدة عقيدة في العقل والقلب الطاعات إن كانت أن نفعل أو كانت أن لا نفعل الطاعات حينما نؤديها تكون سببا لتثبيت العقيدة في عقولنا وقلوبنا لكننا إذا استبدلنا الطاعات بالمعاصي رحمة إمام زماننا في لحظة من اللحظات إذا ما وصلت تلك المعاصي إلى حد سيخرجنا من ديننا سيقضي على عقيدتنا بلطف من الإمام يتنزل الحزن علينا أما إذا لم يتنزل الحزن علينا وأخذت المعاصي والذنوب تتراكم فإننا سننسلخ من عقيدتنا ستتحول العقيدة الثابتة إلى عقيدة معارة العقيدة المعارة هي العقيدة التي تسلخ من الإنسان إنها عقيدة ليس ثابتة على سبيل الاستعارة حينئذ تأخذ من الإنسان هناك إيمان ثابت وهناك إيمان مستودع كثرة الذنوب وكثرة المعاصي الإبتعاد عن الطاعات يجعل المعاصي ويجعل الذنوب سببا رئيسا وواضحا لسلخ العقيدة من عقولنا وقلوبنا هذا هو منطق الكتاب والعترة وإذا أخبروكم بشيء غير هذا فهم جهال أغبياء أو أنهم يضحكون عليكم إذا أخبروكم بغير هذا فذلك دين الشيطان دين صاحب الأمر هو هذا الدين عقيدة في العقل والقلب وطاعات أسباب لتثبيتها والذنوب والمعاصي أسباب لسلخها وإزالتها فقد تسلخ من الإنسان في حياته وقد تسلخ من الإنسان عند موته وقد تسلخ من الإنسان بعد موته هذه هي الحقيقة الواضحة في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم وأدعيتهم وزياراتهم التي نفهمها بحسب قواعد تثهيمهم مثل ما بايعنا في بيعة الغدير إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يكن عنده من العمل ما يكفرها ابتلاه بالحزن ابتلاه الله بالحزن ليكفرها الحديث السابع عن إمام الباقر صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما يزال الهم والغم بالمؤمن حتى ما يدع له ذنبا ما يزال الهم والغم بالمؤمن حتى ما يدع له ذنبا إنه الهم والغم من دون سبب نعرفه أما إذا كان هناك من سبب نعرفه للهم والغم فهذه الأحاديث لا تتحدث عنه فسببه معروف طرأ طارئ في حياتي وبسبب هذا الطارئ أصابني الهم أصابني الغم هذا أمر واضح هذا الهم والغم معلول لعلة هذه العلة أنا أعرفها قد يكون الموضوع في عموم مجريات الحياة وفي عموم تفاصيل الشؤون اليومية في أعمارنا قد يكون جزءا من برنامج البلاء والتمحيص بشكل عام لكن هذا الحديث وأمثاله عن الهم والغم الذي ينزل علينا من دون أن نعرف أسبابه لماذا نزل علينا الهم لماذا تسلط علينا الغم رسول الله يقول ما يزال الهم والغم بالمؤمن حتى ما يدع له ذنبا الحديث الثامن عن عمر بن جميع قال سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول إن العبد المؤمن لا يهتم في الدنيا يصيبه الهم لا يهتم في الدنيا حتى يخرج منها ولا ذنب عليه هذا هم الدنيا وهناك هم لإمام زماننا نفس المهموم إمامنا الصادق يقول ويقول عن هذا الحديث يجب أن يكتب بالذهب نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله الإمام بعد أن قال هذه الكلمات قال يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب هذا هو الكلام الذهب وهمه لنا عبادة نفس المهموم لظلمنا تسبيح المهموم هنا هو الحزين وهمه لنا عبادة همه همته وهمه الذي هو شاغل مسيطر على تفكيره كيف كيف سيكون خادما وفيا لإمام زمانه هذه هي العبادة الحقيقية وهمه لنا عبادة نفس المهموم لظلمنا تسبيح ذلك هو الحزن وهمه لنا عبادة همه أن الشاغل الأول والأخير في عقله في قلبه في حياته المادية والمعنوية فيما يرتبط بدينه وما يرتبط بدنياه كل ذلك يدور في فناء إمام زمانه وهمه لنا عبادة هذا هو الكلام الذي يجب أن يكتب بالذهب ويجب أن يكتب بالذهب على قلوبنا بذهب ولاية علي بذهب ولاية فاطمة بهذا الذهب بالذهب العلوي الفاطمي أن نكتب هذه الكلمات على قلوبنا ولكن قبل أن نكتبها أن نكتب يا زهراء أن نكتب يا زهراء وبعد ذلك نكتب ما نكتب لأن الزهراء هي الميزان يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها يا زهراء قبل كل شيء يا زهراء قبل عقيدتنا ويا زهراء قبل عبادتنا ويا زهراء قبل خدمتنا لإمام زماننا ويا زهراء ويا زهراء ويا زهراء ويا زهراء ويا زهراء ويا زهراء يا زهراء إلى آخر نفس من أنفاسنا يا زهراء نذهب إلى فاصل عن عمر بن جميع قال سمعت الصادقة صلوات الله وسلامه عليه يقول إن العبد المؤمن لا يهتم في الدنيا يصيبه الهم حتى يخرج منها ولا ذنب عليه تكفر ذنوبه بما يتنزل عليه من هم وغم إلى الباب الذي عنوانه باب اللمم صفحة 435 من الجزء الثاني من الكاف الشريف إنه الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن إسحاق بن عمار قال قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما من مؤمن إلا وله ذنب يهجره زمانا ثم يولم به يولم به يرتكبه يبتلى به ما من مؤمن إلا وله ذنب يهجره زمانا ثم يولم به وذلك قول الله عز وجل إلا اللمم وسألته عن قول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قال الفواحش الزنا والسرقة هذه أمثلة لا تقف الفواحش عند هذين المثالين قال الفواحش الزنا والسرقة واللمم الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله منه هذا هو واقعنا الوعي الذي أحدثكم عنه وعي بواقعنا الدين ومثل ما قلت لكم مراد من الواقع الدين الحالة الوجدانية التي تشخص علاقتنا بالله عبر إمام زماننا فهذه المضامين التي تتحدث الأحاديث الشريفة عنها هي مضامين وجداننا مضامين ضمائرنا هذه الكلمات ترسمنا من الداخل إنها بث مباشر عن بواطن مكنوننا عن إسحاق بن عمار قال قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما من مؤمن إلا وله ذنب يهجره زمانا ثم يلم به وذلك قول الله عز وجل إلا اللمم وسألته عن قول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قال الفواحش الزنا والسرقة واللمم الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله من باب عنوانه فيما أعطى الله عز وجل آدم عليه السلام وقت التوبة الوقت الممنوح لنا نحن الآدميون الوقت الممنوح لنا من الله حينما نرتكب المعاصي هناك وقت ممنوح يفسح لنا المجال فيه كي نجدد توبتنا ونحن بحاجة دائمة إلى تجديد التوبة التوبة مطلوبة منا في كل الأحوال علينا أن نتوب يوميا أن نجدد توبتنا بقدر ما نتذكر صفحة 433 الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبة إذا كانت التوبة صادقة وباب التوبة مفتوح للجميع لا يغلق هذا الباب ما دام هذا الباب معنونا بعنوان قائم آل محمد إنه الرحمة الإلهية الواسعة إنه الرأفة الإلهية الممتدة إنه الكرم الإلهي الذي لا حدود له إنه جود محمد وعلي وفاطمة إننا نتحدث عن الحجة بن الحسن من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبة ثم قال إن الشهر لكثير من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبة بجمعة يعني بأسبوع ثم قال إن الجمعة لكثير من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبة ثم قال إن يوما لكثير إلى أين تريد أن توصلنا يا رسول الله ثم قال إن يوما لكثير من تاب قبل أن يعاين قبل أن يعاين الموت في اللحظات الأخيرة من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبة أرب هذه أخلاقه ورسول هذا دينه وإمام أتحدث عن الحجة بن الحسن هذه سيرته وقوانينه وآدهبه ألا يستحقون أن يتبعوا ألا يستحقون أن يتبعوا ودينهم في قرآنهم المفسري بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذه نفحات نفحات من كلام الذهب وذهب الكلام هذا هو الكلام الذهبي وهذا هو ذهب الكلام للحديث صلة في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى كي أكمل حديثي معكم عن وعينا بواقع ديننا أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله